حتى أولادي ثمانة سنوات و 14 سنة ما يستخدم الأدوية أبداً والماء فقط الماء ساخن معنات المثلاج أنت وراكمينها بينها اليومين أبداً ما نستخدم أبداً أبداً إلا للأشياء الأخرى إلا في الحالات الطارقة متوجيدي في مكان ما متوفر طيب العصاير شيخ باره عصاير نشرب عصاير كالعادة نمارس حياتنا اليومية كالعادة نشرب العصاير كالعادة بس العصاير بارد تجنب العصاير المثلجة المثلجة ой langue sem goddess وأيضاً ماي المثلج مشروبات الغازية وفي ناس تزيد هنا المشكلة على هنا أيضاً المشروبات الغازية أنت حطيت هنا المأكلات والمشروبات التي يتناولها أولاً تتعاد عنها أيش اللي نتعادي عنها أول شيء ผل امتعت عنها أول شيء مأكلات التي في دهون كثيرة مأكلات سريعة إلا في حالات قديلة مشروبات الغازية هذا يجب تجنبها بالكامل حقيقة لأنه لا تحتوي على أي مواد طبيعية كلها مواد كيموية وكلها غازات سامة سموم وتؤثر على الصحي وسكر وغيرها وغلوان وأشياء مضرع مشروبات الغازية اللحوم الابتعاد عن تناول العصير المعلبة إلا في بعض الحالات عند الضرورة لأنها تحتوي على مواد حافظة هي مواد حافظة هي تحافظة على مدة بقاء العصير لكن هي تكون مواد سامة تعتبر بالنسبة لنا لكنها لا تستطيع إلا أحيانا ما مضطرح نعم مضطرحين أحيانا لكن يجب أن تتأكد من التاريخ والنهاية وأيضا هذا مهم جدا فعلا نعم عندك أيضا متكلم حتى عن المأكولات حتى المأكولات أيضا بالفعل كلمت عن المأكولات المكثفة 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 المعلبة في بعض الحالات ضرورة المعلبة هذا يجيب أن تجنبها إلا في حالات ضرورة نعم المأكولات أيضا المليئة بالدهون والسمنة الطبيعية ما الضبطة نعم لأنها فعلا معروفة سمنة طبيعية تحتوي على فن الدهون كثيرة مكثفة المأكولات والمشروعات التي تيوصى بشدة بتناولها من أجل الاستفادة الأكبر مثل إيش ترجمة نانسي قنقر